اشتركوا في القناة سواء لنحكي عن موضوع بالغ الأهمية وبهم أكيد كل شخص يعاني بعيلته أو ضمن عيلته من حالة معينة اليوم بدنا نحكي عن التوحد وعن عارض بيقوم في المتوحد دايما هو إعادة الكلمات بدون معنى ليه بيقوم بهذا الشيء شو بيعني له شو أسبابه لوين ممكن نوصل خليني أول شي نعرف كل أصدقائنا المشاهدين شو يعني التوحد أو المتوحد التوحد هو اضطراب بالنمو العصبة بيبين عند الولد هو كتير صغير وبيضل هالإضطراب عنده لهو يكبر أكيد بيسيب كذا وظيفة عند الولد بس ما بيكون فيه إعاقة جسدية بتكون إذا بديك فكرية وبالتواصل بكل شيء اجتماعي بالتواصل إن كان شفهي أو لغوي كل هؤلاء الأمور بيكونوا لنظر بين الشخص والشخص الواحد يريد الاهتمامات بيكون الولد اهتماماته مختلفة عن الولاد غير الولاد يعني فينا نقول بيكون عيش بعالمه الخاص أكيد حسب الدرجة بس اهتماماته بالأساس منه نفسه منه نفسه لا ما بتكون نفسه ما بيكون مهتم كتير بالتواصل مع الشخص الثاني اللي مقبيله إن كان أهله أو غير أشخاص مش لأنه أهله بيكون مهتم أكتر بكتير أكيد في علاقة أكتر مع أهله وبضل يهتم أكتر مع أهله بس كمان بتحسي كأنه بعيد بعيد عنه بعيد عنهم فيه أولاد بيحبوا كمان يتغنجوا فيه أولاد لا ما بيحسوا ما عندهم هالإحساس ما بيحسوا بهالرغبة أو بهالطمأنينة إنه يكونوا كتير عم بينهبطوا عم بتغنجوا عاهلون بهالأمور فينا نقول اللي بيعاني من التوحد صوفي هو منه سوسيابل أو عنده قلة استيعاب ولا لأ ممكن يكون عنده استيعاب بس على طريقته ممكن يكون سوسيابل بس مع الناس اللي هو بدو يكون معون فينا نقول هيك ولا لأ فينا نعمم إنه بيكون عنده يعاقة معينة بالتواصل الاجتماعي وبقلة الاستيعاب عطول بيكون عنده قلة اهتمام مثل ما عم بتقولي لكل شيء اسمه اجتماعي مع الأشخاص اللي حوالي عطول بتكون موجودة بس مشان هيك نحنا هون لازم يكون حتى شوي شوي إذا كنت عم بتسميه عالمه الخاص نحنا نبلش نساعده حتى يصير يهتم باللي عم بيصير حوالي ما يكونوا مركز على اشياء معينة غير ولاد ما بيكونوا مهتمين فيهم يعني حتى بيستعملوا للألعاب بطريقة غير تقليدية إذا عم بيلعب السيارة رح يستعملها بغير طريقة رح يتسلى أو يلتهي بالدوليب بدوران دوليب أكتر من ما هي فكرة السيارة يكون عم بيكرجها هيدا مثل أنه وقته يكون أولاد صغار رح يهتم رح ينزعج يمكن من أصوات معينين حتى بالأكل فيه أوقات إشياء لزجية أو هيك إشياء ما بيحبهم بينزعج منهم ما بدوا إياهون أو حتى بملمس مشات معينة كمان ما بيكون بيحبهم بينزعج منهم الأضوية أوقات بس حسب أكيد كتير كتير بيختلفوا الحالات من ولد لولد عن جد كتير هون نرجع على الفرد على الشخص على الولد هو شو أهله بيعرفوه أكتر شي وهن من الأساس بيقولوليك ما بيحب هالشغلة بينزعج من أصوات القوية بحب هالشغلة بس ونحنا بيكون دورنا أنه نريفق الأهل حتى نكون عم نحسن عنده قدرات التواصل وكتنا عم تسأليني عن الوظيفة الفكرية أوقات بيكون فيه مش إصابة قد ما منقول أنه بتكون عنده الوظيفة الفكرية يا كتير مرتفعة أو متوسطة أو بتكون ضعيفة نحن نعرف بردون أقولي إحنا منسمع وقات أنه كتير تختلف بين ولد وولد تختلف بين ولد وولد لأن منسمع وقات ولد ما بيقدر أبدا أن يتواصل وهيك منسمع بيشبق حاله دايما بالحياة وما بيرد على أمه وكذا ومنسمع كمان أنه فيه أولاد وصلوا أنه يكونوا مثلا دكتور أو يكون عبقري أو يكون يعني مظبوط موجودين هول الحالات بس أكيد لسوق الحظ هو الحالات نادرة نادرين بس أكيد موجودين الحالات اللي بيكون الشخص اللي عنده تواحد بيكون وصل لدرجة تعليم كتير عالية وأكيد علاقته مع الأفراد أو الأشخاص الباقيين بتكون كمان مختلفة بس بيكون هو قدر يتعلم ووصل للجامعة وصار عنده وظيفة بيحبه الحسابات حسب بعد جد كل شخص حتى صار فيه فلومة عن هذا الموضوع نعم سوفي اللي بيعاني من التوحد هل السبب الرئيسي هو جيني ولا ممكن يكون معطيات أخرى إذا بدأ نحكي بالتحديد عن أسباب التوحد لهلأ يقال أنه في كذا جين هن هن مسؤولين عن التوحد بس بعد ما طلع يعني في كتير دراسات عم تنعملوا على هذه النقطة بس لهلأ ما في جين واحد عم بينحط الأصبع عليه إذا بديكم يتهم أنه هو المسؤول بس يعني منعرف وما منعرف بعد مظبوط شو السبب ما في شي معكد لا تبمين عدة أكتر السباية ولا الشباب الصبيين أكتر شوي أكتر بس مش بالضرورة أكتر شوي يعني بغير حالات من لقيهم عندنا بالنطة بتلاقي الحالات بغير إشياء مثلا تأخر النطة لتأخر هل إشياء بتلاقي الصبيين بيكونوا مصابين أكتر بالتوحد في فرق صغير بين الصبيين والبنات بدنا نحكي عن عارض من هالعوارض نحن قالنا في عدة عوارض في عارض إعادة الكلمات بدون معنى يعني بيصير يعيد الكلمة بدون معنى بس يعيدها ويكررها ويكررها الإكلاليا إكلاليا لا بيقوم بهذا بهذا الشي لا بيصير يعيد الكلام هالشي شو بيعني لو ب distancing بهترحها نفسية ولا بيكون عم بيعيده بدون وعي هلأ بيكون فيه إكلاليا بتختلف بشكلتين الإكلاليا هلأ هي من اسمها اسمها إكلاليا هي إيكو يعني عم بيعيد الكلمة أو عم بيعيد الزجملة مثل الصدى عم بيعيد الجملة أو عم بيعيد الكلمات بس مش بهدف يكون فيه تواصل مباشر مع الشخص بس نفس الوقت هي دليل انه هالولد عم بيجرب يتواصل وعم بيتطور عنده الحكة اللي هي كمان نقطة ايجابية بس وبيقدر يصير بحالتين مختلفين يعني اما ضغري بتسأليه سؤال مثلا الولد وهو ضغري عيد نفس السؤال مثل ما هو ما غير فيه او بوقت معين يعني قطع وقت قطع فترة قطعت فترة زمنية يمكن تاني يوم او بعد بساعة ساعتين حضر شي او حدا كان عم بيحكي يعيد نفس الجمال بس كمان ما بيكون يعني ما بتعرفي مظبوط ليش ما بتعرفه لعب عيد وممكن يعيد كلمة ممكن يعيد جملة مظبوط معقول كتير يكون جمال او معقول كمان يكون اغاني يكون حضر شي او يكون حضر شي مثلا حضر تشوبي وكان عم بيقول جمال معينة يعيد الجملة كمان يعني هذا شي علق براسه ايه بس نفس الوقت هي دليل منيحنا لانه فيه ولاد هندون توحد ما بيحكوا ابدا يعني هون هايدي اذا بديك المهمة تكون مرحلة من تطور الحكي هون احنا بيجي دورنا انه نجرب قد ما فينا نستعمل هاي النقطة انه عم بيحكي بس نفس الوقت اذا بديك نرجع نقلب مش الاية بس يعني الهدف يصير انه نستعمل هول كلمات بهدف او بفكرة تواصل مع الشخص الموجود معه خلينا نفوت على مهمتكم بالتحديد سوفي كيف بتطابعوا مع ولد عم بيكرر الكلمة او الجملة او الغنية دايما بطريقة تراتبية دون اي معنى وما بيقول شيء الا هالشيء يعني ما بيتعطى اجتماعيا ما بيحكي مع اهله ما بيخدوا بيعته بس دايما بيكرر هالجملة او هالكلمة او هالغنية كيف بيتم التعامل معه على ايا ديبوان يعني على ايا نقاط بتنيشنوا لتقدروا اطوروا هالشيء يلي اسمه كلام هلا اول شيء اللي بنا نعملها سحر هي انه نجرب قدمة فينا نلفت له نظره نكون عم نشتغل على التواصل البصري يكون عم بيطلع فينا قدمة فينا وقتها ان كان عم بيعيد ولا لا لانه طي نفوت بهذه النقطة اللي هي انه نحنا بدنا نكون انه عم بيكون في تواصل بيني وبينه او بين امه وبين الولاد يكون فيه نظر على الالي اللي يكون متجه صوبنا لو ما عم بيطلع عطول مية بالمية كل الوقت بعينينا بس انه مش انه مثلا هو بارم ظهره كليا ونحنا عم نطلع فيه هون اذا بديك هون اصلا ما عم بيكون فيه تواصل لو هو عم بيسمعنا بس مش هي اذا بديك الوضع هي المناسبة حتى يكون فيه تواصل بين شخصين فبدا اول شي نركز على هيدا النقطة تاني نقطة هي النظر وبدنا كمان ان نحنا نبلش نستعمل كلمات بس ما نستعمل جمل لانه اوقات الولد بيديع اذا كانوا جمل عم نستعملون تيكون فهمهم عارف نحنا شو بدنا صعبة ونستعمل عطول اشياء موجودين قدامنا ما نحكي عن اشياء مبهمة وبدنا موجودة نحكي عن اشيه مثلا بدنا نلعب بالطابة راح اقول طابة طابة راح عيدها كل شوي كلمة طابة بقى انه عم بحكي عن شي موجود حتى هو كمان يعرف انه انا هاي الكلمة عم بستعمله دا هيدا الغرض مش عم بحكي عن شي منه موجود هون بدنا نكون شوي شوي وكمان الام اذا فيها تشارك كمان بكون افضل حتى هي نفس الكلمات كمان تكون عم بتقوي هيدا عم بنعادوا هول الكلمات نفسهم بس اكيد بنكونوا عطول نفس الكلمات ويضلون كمان الاهل عم بيحكوه يعني نحنا منفكر انه اذا الولد الولد عنده طواحد ما بنحكيه لا لازم نحكي اكيد لازم نحكي معه حتى يكون هو عم بيعرف انه فيه هدف تواصل ونحنا عم نحكي معه اذا ما بتحكي مع الشخص كيف هو رح يبلش يحكي معي كمان يعني هي يعني اخدوا عطا اكيد اخدوا عطا بالاتجاهين واكيد بدا تجي من اتجاهنا اكتر من اتجاهه لانه نحنا اللي عم نحاول المحاولات عطول بدا تجي من المعالج من الاهل من الاشخاص اللي حوالي عطول نحنا اللي رح نكون عم نعمل مبادرة كتير حلو كتير انه مبسط وقتا يكون هو عم بياخد المبادرة بس بالأول عادة نحن اللي عالطول ما نكون عم ناخد المبادرة يصير فيه تواصل نكون عم نتواصل بين بعض بكلمات أو بجمال بس بالأول أكيد بيكون بكلمات يعني أول شي بتركزوا أنه يحفظ عدد من الكلمات بس بطريقة مناسبة مش يحفظوا اللي يعيدون هذا هو الفرق كيف يعني؟ يعني مثلا بده طابع أو بده عصير أو شو ما كان هو بده إياه يكون مناسب يستعمل هيدا الكلمة بالوقت المناسب أنه هو يبده هيدا الغلاث اي يعني أصدق ما يمشي ويكررها اي مظبوط لأ بس يشوفها بده أنا هيك مظبوط يعني هون إحنا بيجي دورنا أنه نجرب نكون إذا بدك عم نكسر هيدا العادة بس وعم نستعمل هؤلاء الكلمات بغير طريقة حتى يكونوا هنه صاروا مناسبين بفكرة أنه يوصل فكرة للأشخاص اللي حوله تنطلقوا من الكلمة لتوصلوا لجملة؟ نعم منطلق من الكلمة لأنه كلمة كانت الجملة أطول كلمة هي أصعب كلمة كان إن إذا كان فيها السؤال معقول هو يكون عم بيرجع يعيد السؤال فمن زغر قد ما فينا نحنا الاحتمالات والخيارات حتى نكون عم نصيب ضغرة اللي نحنا بدنا يعيه وبيقدر يتطور الحكة عنده بس فيه أولاد بيصيروا يحكوا كتير منيح يعني أكيد مع المتابعة ومثل ما قلت البيت بدوا يتابعوا بمكان اللي عم يتمرن بدوا يكون فيها الانسجام أكيد بدوا يكون فيه تنسيق كمان والتنسيق اللي يقدروا يصلوا لوين ممكن نوصل مع طفل يعاني من التوحد صوفي إذا فعلا انتبعنا معه بطريقة جيدة مثل ما عم بتقولي انطلاقا من الكلمة ووصولا للجملة وكيف هي الانسجام بين البيت وبين مكان التمرين بيقدروا على المدرسة حلو بعد قدي فيه أولاد كل ما كان بكير كمان الاندماج مع غير أولاد جاردوري أول شيء وبعدين مدرسة ليش لا بس أكيد إذا نشغل معه وساعدنا من الأساس هون يعني هون بيرجع دور التدخل المبكر سحر مشان هيك كتير مهم أوقات الولد بيوصل عمره 3 سنين 4 سنين 5 سنين لا لازم يكون قد ما فينا نكون عم نبكر قد ما فينا وعلى طول الأولاد اللي عندهم تواحد نتوقع أنه يكون عندهم تأخر بالنطق أكثر الأوقات نتوقع أنه يكون عندهم تأخر بالنطق فيه أولاد عم يكونوا كتير صغار يعني شغلة حلوة عم بيجو لأنه أهلهم صاروا بينتبهوا ضغري صار فيه واعي كتير على هالموضوع صاروا بينتبهوا أنه الولد ما عم بيكيغي معه ما عم بيرد ما عم بيتحكلون منه كتير مهتم فيه أهل كتير عم بينتبهوا عبكير مع بكير يعني مثلا ايا ايا عمر سوفيا سنة ونص سنتين سنة بيكونوا توجهوا عند الحكيم وبيتبقوا منبلش الهلاج في شي خاصه أواشي بنعطي اكيد نصايح وقت يكون الولد كتير كتير صغير بنعطي نصايح للان بتقدر يتطبقهم بالبيت وبعدين وقت تكون صارت مرحلة انه يتطور عنده الحكيم نبلش نساعده في شي خاصه بالسمع لا هو بيسمع اجمالا يعني ما بيكون عنده مشكلة سمع مثل حالة والد يقدر يكون عنده مشكلة سمع اكيد افضل ساعتها اذا كان فيه حيال لشك ينعمل تخطيط لنشيل هذا الاحتمال ما يكون بقى موجود هذا الاحتمال عند الولد لنكون اكيدين انه هو لو بارم دهره وانا عم بعيطله هو عم بيسمعني بس هو ما بده يرد مظبط مشان هيك هون بيكون دور التخطيط لان نتأكدوا نشيل هذا الاحتمال ما يكون بقى موجود بس مثل حالة والد بيقدر يكون عنده التهابات متكررة بديناء ويتأزو ديناء وما يكون عم بيسمع منيح مية بالمية مثل حالة كل الاحتمالات واغذة مجموضة مظبوط سوفي كيلزي اختصاصية ندق انا بدأ اشكر وجودك معنا سوفي شكرا على هذا الموضوع وعلى الاضاءة اهلا وسهلا مرسي سحر يا هلا اصدقائنا المشهدين احنا منروح لأبريكي صغير منرجع من انضم لألكم مباشرة على الهواء اشتركوا في القناة